على الرغم من أن الكثير منا يعتبر الثيران حيوانات هادئة ومسالمة إلا أنها تصبح خطيرة للغاية عندما تهيج أو تشعر بالخطر ندعوكم لتكتشفوا معنا مدى قوة وعدوانية الثيران في هذا المقطع المثير ستصابون بالذهول أحيانا تنشب معارك ضارية بين الثيران في الشوارع وهي تتسبب في شل حركة المرور وتسبب في ازدحام شديد شاهدوا كيف تلاعب هذان الثوران الأسودان بخصمهما لقد أسقطاه على الأرض ووجه له نطحات مؤلمة ومن حسن حظه أنهما رأفا به وسمحا له بالمغادرة مشهد آخر يرصد ثوراني وهما يتعركان في أحد الأسواق بالهند لقد داسا على الدراجات الهوائية المركونة على حافة الطريق وأسقطا دراجة نارية كبيرة استمر الثوران في التناطح على مرءا من الناس الذين لم يتجرأوا على التدخل ثوران آخران تم رصدهما وهما يتعركان وهذه المرة تسببا في شل حركة المرور حيث بقي أصحاب السيارات ينتظرون حتى ابتعد الاثنان وواصلوا طريقهم رصد أحد المواطنين هذه المواجهة الشرسة بين ثورين ضخمين على قارعة الطريق المواجهة لم تدم طويلا حيث افترق الاثنان بلا غالب ولا مغلوب أما هذه الثيران فقد اختارت هذه الحلبة الشاسعة كي تتقاتل فيما بينها لقد كان الشجار عنيفا للغاية بين الثور الأسود والأحمر في حين كان الثور الأسود الآخر يحوم بهما ويحاول التدخل لمساعدة صديقه تسبب هذان الثوران في فوضى كبيرة بعد أن تشابك في هذا الشارع الضيق وعلى الرغم من أن أحد المواطنين حاول تفريقهما إلا أن مهمته لم تكن سهلة فكلا الثورين كان مصرا على صحق الآخر ووصلا ملاحقة بعضهما البعض وسط الشارع هنا تمكن الثور البني من إسقاط نظيره الأسود على الأرض وعندما لاحظ أن خصمه توقف عن الحركة أشفق عليه وتوقف عن نطحه بل ويبدو أنه ساعده على الوقوف اجتمع المئات من الأشخاص لمشاهدة هذه المعركة التي تجمع بين هذين الثورين العملاقين بقي الثوران ملتصقان ببعضهما عند الرأس وكل منهما يحاول إلحاق الأذى بالآخر لقد أصيب كلاهما بجروح متفاوتة الخطورة على مستوى الرأس لكن هذا لم يمنعهما من مواصلة المعركة هل يريد هذا الثور الأسود أن يمنع نظيره البني من الخروج من البركة؟ يبدو أن الأمر كذلك شاهدوا هذه المعركة المختلطة التي نشبت بين هؤلاء الثيران لم نفهم من يهاجم من فالثيران كانت تحوم حول بعضها وكل واحد ينطح الثور الذي يجده في طريقه رفع هذا الثور خصمه فوق رأسه ثم رماه على الأرض وواصل الدوس عليه ثم نطحه بعنف أما هذان الثوران فيبدوان مركزان جيدا أثناء عراكهما هما يحتكان فقط ببعضهما بقرونهما مما جعل هذه المعركة تبدو أقل عنفا من سابقها يمكنكم أن تتصوروا مدى قوة هذه النطحة التي وجهها الثور الذي يظهر في هذه الصورة التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي لخصمه لقد حاصره وضربه على بطنه حتى ارتطم بالجدار بهذه الطريقة المؤلمة هل تعتقدون أن هذه الضربة يمكن أن تكون قاتلة؟ ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر